السلام عليكم ومرحبا بكم في الدرس الرديد على كيزاكو بان كوم نرى في الحسنة اليوم تتيم الدرس من جمعة العداد الصحية الطبيعية في الحسابيات هذا الدرس هذا هو درس من دروس مدى تريديات لجدع مشترك العلمي نرى في الحسنة اليوم الاعداد الاولية ما تشوفوا تعريف العدد الاولي من بعد نرى التفكيك الى جدع عوامل اولية وفي الاخير ندركم واحد اضافات اللي ستستعملوا فيها هذا التفكيك هذا بشكل نلقاه بعض الحسابات اللي ستسهل لدينا المامورية ستساعدنا في الاجابة على التمارين المعتادل اللي لدينا في الدرس هذا اول حاجة نعرفه بالاعداد الاولية نقول ان العدد ا هو عدد اولي كتعريف اذا وفقت اذا كان له قاسمان وهما واحد وا نذكروا كيفاش هذا هو تعريف العدد الاولي كيفاش له قاسمان ناخد مثال بساطة بشي بلكم مثال لعدد أولي ناخد العدد السبعة العدد السبعة هو عدد أولي لماذا؟ لأن من ذلك مجموعة القواسم العدد السبعة القاوم هو واحد وسبعة يعني أن السبعة لا تقسم على شيء عدد أخر من غير الرأس ومن غير واحد لأن السبعة يكشب واحد في سبعة فقط ما تفضل القالية كتابة على شكل جداء عددين صحيحين طبيعيين مختلفين نشوف العدد واحد ليس عددا أوليا لماذا؟ لأن إذا ذرت مجموعة القواسم العدد واحد فهي واحد لأنها واحد كتكتبوا واحد في واحد لماذا ليس أوليا؟ لأن هنا مجموعة القواسم تحتوي على عنصرين في العدد أولي فإنها تحتوي على عنصرين بينما هنا كان عنصر واحد فقط بينما أن العدد نقول أنه أولي إذا كان له قاسمين فقط ومن غير واحد ونفسه مفهم؟ كيف يمكننا أن نعرفه أنه أحد العدد أ هو عدد أولي؟ الجواب إلى السؤال لا يوجد العلماء الذين يقلبون لحد الساعة على طريقة لا نعرفه وهذا العدد أولي؟ أولي لا هل أحدث؟ أما من حيث طريقة الإيجاد كان هناك الكثير من طريقة كلاسيكية التي بديها ولكن طريقة التي تقول سهلة لا يوجد من طريقة الحساب ندروا مثال طريقة التي سنقترح لكم هي التالية 200 نأخذ مثلا العدد 87 87 هو عدد أولي كم شيء نشد العدد الأولي الذي نعرفه منايا؟ العدد الأولي يبدو من جوش 3 5 7 11 11 وغادي نشد كل العدد من هنا كنرفع أس 2 يعني جوش غايولي أربعة 3 غايولي تسعود 5 غايولي هو 25 7 غايولي تسعود 40 11 غايولي 121 كنلاحظوا بأن 87 جانايا إذن كنشدنا 87 ونحاول نقسمه على هذا ونقسمه على هذا ونقسمه على هذا ونقسمه على هذا ونقسمه على هذا ونرى كيف يتقسم على شيء واحد من الأعداد كنعم نقسمه ونقسمها سوف تسعود 12 والباقي 3 اشتري 87 قسمتي على 5 سوف أعطيك 17 والباقي 2 إذا اشتري 87 قسمتي على 3 سوف أعطيك 29 والباقي 0 إذن فإن 87 يقبل القسمة على 3 وبالتالي 87 ليس عدداً أولياً نقوم بتال أخر بش تسعبوا معي القصة ناخد مثال آخر لأن بالأمثلة بش كتبت المعلومة عندنا ناخد العدد مثلاً 137 مثلاً ناخد العدد 137 قلنا ما نفعله نكتبه العدد الأولية اللي عندنا مجوش 3 3 5 7 11 13 هذا الصغير نكون حافظينهم ثالث ستحفظهم ونفعله 2 نرفع كل شيء 2 4 9 25 نحاوله نقطره العدد هذا 7 2 49 11 2 121 13 12 12 16 نحبس هنا 137 محصور من هذا وهذا يعني أن كنا ناخد 137 ونقسمه على هذا الأعداد اللي كان هنا الآن ونرى 137 يقبل القسمة على واحد من هذا الأعداد هذا ماذا نفعله حسابنا نقسمه 137 على 11 ماذا ستجيني ستجيني 12 لا أخير كذب زائد 5 ناخذ 137 هنقسم على السبعة يعني بدأت الحضار تبنده السبعة السبعة ستجيني هي 19 والباقي هو 4 تقدروا تأكدوا هذا الشيء في كلكلة ثريسة لما فيكم استعراس 137 هي 5 ستجيني جوج 7 والباقي جوج 137 نقسم على ثلاثة ستجيني ربعة 45 زائد 2 والأخذين 137 قسمنا على جوج ستجيني هي 6 وهنا ستجيني 8 والباقي 1 1 إذن في هذه الحالة كنا نقول أن 137 فهو عدد أولي لماذا؟ لأنه لا يقبل القسمة على التواحد من الأعداد التالية لأنه لا يقبل القسمة على جوج 3 3 5 7 11 هذه هي الطريقة البديهية تباكشوف الحساب فرضا أنا عندي عدد كبير جدا أبوين ندرى الطريقة هي ماشي ما غنوصلش وإنما أخصني بزاف دي الحساب هذه هي الطريقة البديهية اللي اللي كنستعملها غالبا في التمارين شحات ما قالك بين أنه عدد ما معلوم بحلوكا فهو عدد أولي ولا غير أولي